أطلقت الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركيا للشيخ مبادرة أفكار الترفيه ودعت فيها جميع المختبين بالترفيه إلى المشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم مع وجود القدرة على تنفيذها وأن تكون مميزة ونوعية وليست مكررة ونوها للشيخ بأن مبادرة أفكار الترفيه هي من باب النهوض بالقطاع وجعل المملكة على خارطة الترفيه العالمية بسواعد أبنائها كما أعلن عن تقديم جائزة لأفضل عشرين فكرة منوها بالدور الكبير المناطي بجميع منسوبية الهيئة العامة للترفيه من خلال النهوض بالقطاع وجعل المملكة على خارطة الترفيه العالمية حول هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة منظم الفعاليات المهندس حمزة محمد ناصر مهندس حمزة أهلا وسهلا بك معنا في ناشرة النهار يعني كمختص في الفعاليات كيف ستدعم مبادرة أفكار الترفيه قطاع الترفيه خاصة في الفترة المقبلة في البداية شكرا على الاستضافة أحب أنوه أن الفعاليات التي تديرها أو تشرب عليها الهيئة العامة للترفيه عملت للجمهور فأبرز أدوار الهيئة أن ينفذوا فعاليات تكون تناسب الجمهور فمعالي المستشار تركيا للشيخ أطلق مبادرة جدا مهمة بحيث أنه نشارك الجمهور ليختار فعالياته اللي هو يطلبها في السوق فنسمع كثير أنه فيه فعاليات ما صارت في المملكة فيه نوع من أنواع الفعاليات ما هي موجودة فأي أحد عنده أي فكرة تكون فكرة جديدة فكرة لها إقبال كبير أو رأة الهيئة أنها قد تحظى بنجاح كبير فالهيئة تبغى تسمع تبغى تسمع من الناس تبغى تشوف الفعاليات الجديدة تبغى تشوف إيش اللي ممكن نقدمه في المواسم في المواسم القادمة هل هناك خطط من قبل المنظمين كذلك الأفراد تحتاج الدعم للمشاركة بها في فعاليات ومواسم الترفيه المختلفة بالتأكيد في فعاليات نحتاج فيها دعم نحتاج فيها دعم مادي مع دعم لوجستي بشكل كبير الهيئة بتقدم جميع أنواع الدعم لتنفيذ هذه الفعاليات ما هي أبرز الأفكار والفعاليات التي يعني ما زالت غائبة عن فعاليات الترفيه لدينا للأمانة موسم الرياض موسم الرياض قدم كوكبة كبيرة من الفعاليات حتى ما كانت على البال كانت شاملة كاملة ينقصنا بعض الفعاليات وهذا دور الجمهور بأنه يشارك بأفكاره يشارك بالأشياء اللي يبغي يشوفها في المواسم الجديدة ما حجم الأفكار الإبداعية التي تعتقد بأنها ربما تشكل فارقا من قبل الأفراد أو المجموعات والتي سيتم اقتراحها من قبلهم للهيئة الأفراد هم عبارة عن مجتمع سافر وحضر العديد من الفعاليات وشافل كثير من الفعاليات خارج المملكة أو إن كان فعاليات عن طريق الأونلاين أو اليوتيوب هناك أفكار كثيرة هذه الفعاليات نحتاج أن نجيبها للمملكة ونحتاج أن نطورها ونحتاج أن نضع فيها الفكرنا ونضع فيها اللمسة السعودية بحيث أنها تظهر للناس بشكل بهوية سعودية الهيئة فاتحة أبوابها لاستقبال الأفكار وفاتحة مكاتبهم إنه يلا أعطون أفكاركم إيش في فعاليات أنت تنقصكم إيش في شي تحتاجوا تشوفوه في المملكة وفي المواسم فنعم بالتأكيد أن الجمهور له أثر كبير في هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر